موسيقى اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشن طوز اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن راعي محل الأسلحة في مدينة رودز ورح نتكلم عن قصته كاملة رح نشوف جميع التفاصيل من الألف للياء فيلا نخش في المقطع طيب زي ما تعرفون أغلب المحلات في لعبة رديد رديمشن 2 ما يكتفون بعملهم الرئيسي والحالي لازم يكون لهم يعني بيزنس جانبي مخفي إلا محل الأسلحة اللي في مدينة رودز عنده شي غريب جدا في البيسمينت والقبو وعشان تعرف إش هو هذا الشي لازم تجي بجانب محل الأسلحة ولما تجي بجانبه هذا اللي رح يصير طبعا زي ما شفته فيه ولد محبوس في القبو أسفل ولما جينا عنده على طول طلب المساعدة مننا وعلى حسب كلامه إنه مقيد بسلاسل وهذه السلاسل مربوطة بالسرير يعني ما يقدر يهرب وما يقدر يتحرك يعني محبوس بنسبة 100% وعلى حسب كلامه أيضا راعي المحل خلاه يلبس هذا اللبس الغريب جدا صراحة أمر مريب يخليك تطرح أسئلة كثيرة جدا ليش هذا الولد محبوس هنا إذا كان ولده فعلا ليش مربطه بأغلاله سلاسل طبعا عشان تتعمق في الموضوع أكثر لازم تهدد راعي محل الأسلحة وتسألوا عن الباسمينت اشتركوا في القناة تبتح مني ما أخبرك بحيح بها بصدقه 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 شكرا لك يمكنني أن تفعله فقط على حماله فقط ماذا يحدث في هنا؟ هو هو بطريقة صغيراً لجميع الكبير مجمع الكبير من المزيجات من المنطقة فقط على حماله أليس لجميع صغيراً لجميع الكبير لماذا كنت تفعله بذلك المنطقة؟ طبعا زي ما شفتوا لحد الان راعي محل الاسلحة باقي ينفي فعلته ويقول انه ولده ويعني يقول انه انا ما سويت شي غلط وزي ما تشوفون بشكل اوضح راعي المحل خلى هذا الولد يلبس لبس اطفال غريب جدا ولبس الاطفال يعني نوعا ما جاي عليه صغير طبعا انت مخير في الامر يا انك تترك الولد وتروح او انك تحرره عن طريق انك تطلق رصاص على الاغلال اول شي خلونا نشوف خيار انك تحرره لما تطلق على الاغلال هذا اللي راح يصير اخلاع اهيك بس عليك بس هم انا امشوفه انا احسروا انا احسروا لي انا اعلم انه كان غلا انا لم يكن من احصل اي لم يغلقه انه لم يغلق انا اتعلم انا احسروا 나가 ماذا تتطلق بك بحضها الاغلال تبقى مرحبا ترقل تروحه ترتهما تحييضا تحييضة إلى الأرقاء تحييضا 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 المسجم ادفعه تحييي تحييي سيارا تحيييه تحيييه أرخي اعليه وطار تحيييه سماك لم يكن تحييييه من صفحنا أنا فقط أشعره كثيراً وكما؟ أنت أشعرني أشعره أنت تشعره كثيراً أشعره كثيراً أرجوك أن أسعره إنه لأسفل لأسفل أنت فقط أشعرك أنني لا أقتلتك لما فعلت لا أعرف ما أشعره مني اخذ ما تريد، أنا لا أعرف ما أشعره صراحة القصة اللي قالها قصة جداً جداً حزينة واللي فهمته من كلامه إنه راعي محل الأسلحة كان عنده ولد اسمه سامي هو وسامي راحوا في نزهة عشان يصيدون حيوانات معينة وكان الأب يعلم ابنه كيف يستخدم البندقية وحولهم كان فيه نهر قوي جداً وفي أثناء التعليم ابنه سامي طلق رصاصة ومن قوة الطلقة الابن رجع على وراء وطاح في النهر والنهر جرفه بشكل كبير جداً راعي محل الأسلحة قاعد يدور على ابنه لأيام عديدة ويبحث في هذا النهر ويعني لحد ما فقد الأمل قال فقط راح أبحث عشان أحصل جثته وللأسف أنه أبداً ما حصل جثة ابنه سامي فلهذا السبب هذا الولد محبوس في القبو لأنه راعي محل الأسلحة لما يطالع في هذا الولد يتذكر ابنه فقرر أنه يحبسوا ويربطوا في القبو عشان كل شوية ينزل شيك عليه ويتذكر ابنه طيب رايحه للموضوع يعني نوعاً ما مختلط أنا جداً جداً حزين ومشفق على هذا الشخص بسبب أنه خسر ابنه بهذه الطريقة الطريقة جداً جداً بشعة وجداً محزنة يعني أنك تشوف ابنك يغرق ويجره في النهر وأنت ما بيدك شيء صراحة شيء يدمر القلب لكن من جهة أخرى أنا جداً جداً مستقرب من أنه حبس هذا الولد بهذا الشكل فعله غير مبرر إطلاقاً طبعاً لما تلوت هذا الشخص وتأخذ أغراضه راح تحصل معه صورة وهذه الصورة يعني نوعاً ما تقدر تحكي لنا إش صار فعلاً لابنه وكيف مات زي ما تشوفون راعي محل الأسلحة قاعد يصيد أسماك النهر بينما ابنه سامي كان يستخدم البندقية ويتعلم عليها ولاحقاً أطلق طلقة تعليمية وهذه الطلقة سببت أنه يرجع على وراء ويطيح في نفس النهر اللي كان أبوه يصيد فيه له أسماك وللأسف أنه مات صراحة أمر جداً جداً محزن واللي زيد الأمر أكثر حزن أنه هذه الرسمة ابنه رسمها يعني الابن رسم هذه الرسمة وأعطاها الأبو في أثناء رحلتهم صراحة يعني أمر محزن من الدرجة الأولى طيب هذا القبو رح يكون فيه له مجموعة من الأغراض القيمة على سبيل المثال رح تحصل بندقية اللانكستر صراحة بندقية اللانكستر واحدة من أقوى البندقيات في اللعبة وأحلى شيء أنك رح تأخذها بلاش وأيضاً في هذا البيسمينت رح تحصل لك لوت بوكس أو اللي هو صندوق وفي هذا الصندوق رح تحصل مبلغ جيد جداً وأيضاً الولد اللي كان محبوس هنا من قوة الغبنة رسم على الجدار كلمة لاير بمعنى كاذب طبعاً يقصد راعي محل الأسلحة طيب من الأشياء الغريبة اللي في هذا القبو الولد المحبوس كان حاط صورته وصورة أمه وأبوه يعني هذا الولد كان موجود هنا لفترة نوعاً ما طويلة ممكن شهر شهرين يوم أسبوع يعني قاعد هنا لفترة طويلة لدرجة أنه أهله وحشوه إضافة إلى ذلك لو تلاحظون في السقف رح تكون في جزم أطفال معلقة بشكل مريب وغريب طبعاً هو احتمال واحد من احتمالين الاحتمال الأول أنه راعي محل الأسلحة اختطف عدد كبير جداً من الأطفال وهذه هي جزمهم ونتم بكرامة الاحتمال الثاني أنه راعي محل الأسلحة كان وده يسوي للولد المحبوس زي هذه اللعبة حق الأطفال وأيضاً في هذا القبو رح تقدر تشوف صورة الإبن الفعلي لراعي محل الأسلحة سامي وأيضاً في الأعلى تقدر تشوف صورة لهم هما الاثنين سوياً وهم يعني نوعاً ما صغار طيب بالنسبة الإخيار أنك تترك هذا الولد وما تساعده طبعاً ما يصير شيء كبير فقط شيء الغريب أنه لما تيجي لمحل الأسلحة بعد فترة ما رح تحصل الولد فيعني أنت لو ما حررته وساعدته ممكن راعي المحل يقتل هذا الولد المسكين فالأفضل لك صراحة أنك تحرره صراحة قصته جداً محزنة وأنا أتعاطف معاه في موضوع ابنه وأبداً أبداً ما أتعاطف معاه في موضوع أنه يخطف العيال طيب شاركونا آراءكم يا لهبيين في خانة التعليقات عن راعي محل الأسلحة في مدينة رودز هل تتعاطفون معاه وهل تشوفون يعني فعله مبرر أو لا طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن دمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة